في فيديو انا سويت عليه ردة فعل لبنت كانت بدها تروح الديت بس البنت هاي كتير صغيرة امبين يعني عمرها 11 سنة 10 سنة وامها كانت قاعدة بتجهزها للديت الديت انا فكرته ديت غرامي يعني طالع مع واحد صغير امها قاعدة بتجهزها عشان تطلع مثلا مع صاحبها بالمدرسة ولا اشي زي هيك بس طلع كلامي غلط بالاخر انا عندي ديت النهاردة ودي بلاي ارابيقي بسرعة 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 وأسهليني آه أنا يفتح لكم آه قبلك منها يحيو قبلك من ببتي مستحيل يا خلال مستحيل أمة تخلي بنتها اللي صغيرة تطلع مع شب طبع ولد صغير يعني مستحيل الأمة تشجعها هاي الأشياء صح ولا لا ولا إحنا بـ 2024 كل إشي عادي هلأ آه هو حاط عليها موسيقى حزينة ممكن هاي الموسيقى الحزينة أنتوا ما تسمعوها لإنه أنا حشيلها عشان الكوبيرايت ومسوي هذا الفيديو عشان يعني يؤثر بمشاعر الناس انه عساس شوفوا هاي البنت شوفوا كيف امها مخليتها تطلع ديت فدخلت الكومنتات قعد بشوف بالكومنتات ولقيت في واحدة كاتبة هو هاد اخوها في واحدة تانية كمان كاتبة اخوها اصلا باين شبهها موت في كمان واحد كاتب الكبير ابوها والصغير اخوها وامها منفصلة عن ابوها وابوها اجا يطلعها بس فحبيت بس اوضح هاي النقطة لانه انا سويت ردة فعل على هذا الفيديو هو انا ما حكيت اكيد مية بالمية هي طالعة ديت مع واحد حكيت يمكن يكون هذا ابوها وطلع بالاخر انه جد هذا ابوها وهذا اخوها مش طالعة ديت الحمد لله انه الام مش مطلعة بنتها ديت هو انا حكيت كمان بالفيديو هذا اللي منزله يوسف انه مستحيل ام تطلع بنتها ديت وطلع صح الكلام مستحيل ام تطلع بنتها ديت الحمد لله انه ما وصلنا لهاي المرحلة انه حتى الاجانب مش موصلين لهاي المرحلة لأنه يخلوا بنت صغيرة تطلع مع ولد الصغير ديت هلأ خلينا نروح نشوف منشنات تانية والله الحمد لله خير يا ربا هلأ كم هذا ولا عم؟ والله هذا ربا دينار كم هذا؟ ربا ربا شنو هذا ربا راح هذا شنو هذا؟ راح هذا نفر بالمداد شيته هو شعر انت كلم سؤاله وخلاص مش متفقين لا مش متفقين مبين هذا الفيديو حقيقي صار هذا الموقف جد الشعر جراح دائما بيطلع بمحتوى يعني غريب دائما محتوى غريب بيعمل مقالب غريبة ابو هكيم نايم وهذا شنو منديل ابحط وين بحلقه لاحظ كنت في عنده نكت كمان بيحكيها جدا غريبة لازم أورجيكم النكت بتاعته أقولكم نكتة حلوة قوية 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 هذا واحد أحول أحول قال يبا وينك بالمطار قال أنا جايك قال وينك تعالي قال يبا وينك كذا هاي النكتة بس نسيها بنص الكلام وهو عادي بيحكي النكتة نسي النكتة فيه له نكتة تانية بس لا لازم أورجيكم يا أخي لازم ما بدي أظلموا هاي النكتة نسيها لازم أورجيكم نكتة تانية يالو في واحد راح البقالة راح البقالة قال حقر على البقالة قال عندك حلاوة قال ما عنديش هو عنده جوا هو وين النكتة وين النكتة أنا مش عارف وين النكتة بس خلص هو يعني دائما هيك بيحكي نكتة خلينا هلا نروح منشن تاني ما بدنا نسوي كل هذا الفيديو عن الشاعر الجراح وين راح وين راح الفيديو اه هون هذا الفيديو بقول انه نغني على غنية بلا تشاو اوكي راح جاري بغني انا اوكي اوكي محمد شو بتسوي محمد شو هلأ رحت على محتوى الغنى صرتك تصير مغني بطلت تستخدمني كمحتوى ما نفعت معاك انك تستخدمني كمحتوى حتى بس تنزل صوري وتحكي انك بتحبني ما عد بتجي مشاهدات هلأ خلص صرت تغني ليش ممنشنيني عليه يا اخي الكومنتات شوفوا كم منشن واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش اثناش ولسه فيه كمان ما خلصنا لسه فيه بس انا ما راح اورجيكم كل هاي الكومنتات لو بدي اورجيكم كل المنشنات راح يتحول هذا الفيديو بس لا المنشنات تاعتي بهذا الفيديو محمد انا بدي اعرف شغله واحدة بس شو شعورك وانت كل ما تنزل اي فيديو بتنزله حتى هذا مثلا ما الو دخل فيني كله منشنات علي شو شعورك وانا مستولي على اكاونتك محمد كل هذا بس عشان انت غلطت مرة ونزلت فيديو عني وانا سويت عليك ردة فعل شو رأيك بهذا الموضوع محمد هذا بدي اعرفه انا شو احساسك لما تفتح التعليقات تحكي خليني اشوف الناس شو معلقى على الفيديو لايلي وتلاقي كله مازن منشنات لايلي الاشي اكيد بداية هذا محمد انا عارف انه هذا الشي مداية كنت عم تحاولت تتقبل هذا الموضوع امرك لا الله شو بدك تسوي العهد يلي بتشوفوها مع التكتوق لا تتفاعلوا عندهم عندهم هار بتخلي المشاهدات تزيد عندهم والهامل قاعد بزيد عندك ابو غزل عندك دوشي وعندك ابو بيان في مجالي تردع سماي انا جبتلك كساسة عطر ويكب تعمل فيها ابو بيان انت واحد منهم مين مسوي لك هذا الفيديو اللي عامل هذا الفيديو اكيد اعرف شو قاعد بسوي مسوي خصوصي هذا الفيديو عشان الناس تتمسخر عليك بالتعليقات ابو بيان عايش وين انت عالم الوهم ما انت واحد منهم ابو بيان ما ناسي شو مسوي انت جاي بالعيد كتير بالتيك توك انت من العهد هدول اللي جابوا العيد كتير بالتيك توك في ناس كثير تستهل ادعم في ادعمو لما انتك تدعم ادعمي البستهل ناطقهم العافية صح كلامك يا ابو بيان هو عن جد صح الكلام هذا مية بالمية بس جاي من الشخص الغلط جاي من اللي قاعد بسوي هاي الاشياء يعني انت بتسوي هاي الاشياء الغبية بالسوشال ميديو وبعدين بتطلع بتحكي لا تدعمو هاي الناس هيك ما رح يدعموك الناس ابو بيان يعني هذا الفيديو لو الناس جد تسمعوا كلامك رح تنضر انت كمان اسمعت انه ابو بيان منزل اغنية تانية غير الاغنية اللي سوينا عليها ردة فعل اخر مرة بدي افوت عنده اشوفها في حدا مستلم ابو بيان في حدا قاعد بسوي هاي الاشياء بيعطيها هاي الافكار مثلا الفكرة اللي قابل شوي شفناها انه لا تدعموا هاي العاهات هو عارف شو قاعد بعمل اللي سو هذا الفيديو وعارف انه الناس بالتعليقات حتطمسخرة على ابو بيان وهاي كمان الاغنية اللي بسويها ابو بيان انا متأكد انه في حدا كاتبله اياها وحكاله تعال انا بزبط لك اياها وبتنزلها عندك على التيك توك عارفين شو قاعدين بيعملوا هاي الناس اللي متحكمين بأكاونتك هلأ ابو بيان بس انتبه يا ابو بيان انتبه انت لازم تكون ادحى لك لا تكون غبي لا تخلي الناس تتحكم فيك كون انت الى القرار يعني قرر انت شو بدك تسوي بالسوشال ميديا ولا اقول لك لا انسى كلامي هذا كله لا جد انسى والله كنت بحكي جد بس هلأ عن جد انسى الكلام هذا كله لانك لو انت قررت جد شو بدك تسوي بالسوشال ميديا راح تجيب العيد زي العادة زي اخر مرة انت عارف شو سويت بالقرآن خلينا ساكتين هلأ انت بديت بداية جديدة بتحكي تركت هاي الاشياء تركت الغبائل اللي كنت تسويه فالله يهديك والله يثبتك ويوديك الطريق الصح وبس هذا هو الفيديو لليوم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير سعمان الله